وعلى الجانب الآخر من مشتركات الوضع السياسي والأمنية العراقي مع المتغيرات الإقليمية ذكر تقرير بريطاني أن تركيا قررت تكثيف ضغوطها على رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بسبب تعاونه مع جماعات حزب العمال في العراق وسوريا ويشير تقرير ميدل إيست أي نقلا عن مصادر تركية أن كبار عناصر حزب العمال كانوا في السليمانية وتلقوا تدريبا هناك وتم تحذير طالباني من عواقب عملياتية إذا لم يقطع العلاقات مع البككة في إشارة لاحتمال استهداف قيادات بالاتحاد ويقول التقرير أن بافل طالباني لم يتمكن من إيجاد مخرج عبر الأمريكيين والإيرانيين وأن الانقسامات الداخلية في الاتحاد أضحفت الطالباني وأنصاره وأن معظم الجناح العسكري للحزب سيدعم لهور جينكي بن عام طالباني في انتخابات برلمان كردستان المقبلة ترجمة نانسي قنقر